اشتركوا في القناة من الشروق الصفحة الاولى مالاثون انتخابات الرئاسة يدخل مرحلة تكسير العظام والمصر اليوم الصفحة الاولى معركة سياسية جديدة حول الرئيس التوافقي والاخبار الصفحة الاولى منشط اليوم اعلان موعيد لانتخابات الرئاسية والاهرام الصفحة الاولى توقيع قرد صندوق النقط الدولي الشهر المقبل بقيمة 3.2 مليار دولار ومن الاخبار الصفحة الخمسة اتلافات مصابة طورة تهدب بالاعتصام بسبب اعادة تشكيل مجلس رعاية اثر الشهداء والمصابين والمصر اليوم الصفحة الاولى 60 مليون جنيه لصندوق حسان في يومين و40 مليون لحساب الحكومة في سنة والشروق الصفحة الاولى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يحمل الحكومة مسئولية حصارة المدينة بالاهرام الصفحة الاولى عودة الجدل حول مقر حبس مبارك بسبب صفته العسكرية والاخبار الصفحة الس 16 مظاهرات حشدة في دمشق قرب قصر بشار والشروق الصفحة الاولى اخر خبر نوت الشمس الصغرى تغلق خمس موانئ امام الصيد نوت الشمس الصغرى تغلق خمس موانئ للصيد ومباراة الرئيس التوافق التوافقي تفتح النار علينا طيب طيب نتدي بمباراة الرئيس التوافقي وهم اول ثلاث اخبار زي ما انتي قلت عايزة غديوهم مع بعض الشروق الصفحة الاولى ماراتون انتخابات الرئاسة يدخل مرحلة تكسير العزام والمصر اليوم معركة سياسية جديدة حول الرئيس التوافقي باليوم اعلان معيد لانتخابات الرئاسية موضوع الساعة والرئيس التوافق تبقى للجدول اللي كان اللي اتغير عدة مرات مفترض النهاردة هيتم اعلان الشكل الامسل القضية دي محسومة من فكرة ان احنا لازم يكون عندنا انتخابات لازم يكون عندنا رئيس بس لازم يكون عندنا انتخابات لازم عندنا رئيس يبقى المسألة اختيارية يعني مش هستعين بصديق بفكرني دلوتي برنامج المسابقات الشهير انه انت تختار الاول من الاجابات المطروحة عليك وده اللي هو ويتشز يعني انه ديمقراطيا يعني اللي انت عندك بفرصة الاختيار استعين بك صديق احزف لك اتنين نقول لك نسأل في المقدمة هو ده معناه انه الصندوق مش هو الفايصل ولو هي العملية توافقات طيب التوافقات دي مفروض انها بتتم على اسم مصالح فقال هنا ممكن تخرج من التوافق الحاجة تانية يعني هو الصندوق ليه دوره ايه في الحكاية يعني احنا ما كناش داخلين في اي برامج دلوقتي احنا داخلين في برنامج منسة يربح المليون منسة يربح مصر اللي هو اللي هيوفق عليه احنا هناخده زي بالزبط فكرة الجنزوري قاعد قاعد يعني كل الحاجات دلوقتي بيتشبه الحاجات انت بقى عندك شبه دولة وعندك شبه حكومة وهيجيلك شبه رئيس شبه رئيس فيه اتنين تلاتة او يعني كذا فارعي كده اختروه وهو ده اختروه يا جماعة ده الرجل ده كويس ما ينفعش لو احنا داخلين في فكرة ديمقراطية ده ما ينفعش الكلام اللي بيتطرح حوالين اسم نبيل العربي انا شخصيا انا كامال عويضة صحفية بالاهرام انا احترم هذا الرجل بس ان انا اجي بقى في النص كده بعد كل من الناس بتدت تخطط لامور ان انا راح اختار يحصل دوت طب ما لو انتوا عايزينهم اجبوهم من بداية ونخلص من مسألة شبه ديمقراطية اصلاحنا باينت دلوقتي شبه ديمقراطية هل هيتم انتخابات الرئيس الجديد في ظل قانون انتخابات الرئاسة اللي صدر قبل البرلمان على طول بالمادة 28 اللي فيه يعني هو السؤال برضو القانون كله التعليق على المادة 28 اللي هي السلطات الفضيعة لرئيس يظل عندك مشكلة يا فادي وتظل عندنا مشكلة وتحصيله دستوريا بشكل مسبق هي المشكلة تظل المشكلة ان احنا ماشيين في سك شبه السكك ان انت بتتوجه دلوقتي ان ده يحصل عندك حصل الرافض بمعنى انه فيه تاييرات وإتلافات ومش عارفة والوافد بيقول مش عارفة ايه حتى اللي واحمد شفيق بيقول الفريق احمد شفيق بيقول لا ده ماينفعش ابو الفتوح بيقولك ماينفعش العوا بيقولك ماينفعش رفضهم سيظل في جانب وكون انه يتم تسيير المسألة في اتجاه الرئيس التوافقي اللي حتى ممكن يكون كويس بس فكرة يعني فرضه هتخلي رجل الشارع يختاره رجل الشارع اللي هو مش الاتلافات ومش الوافد ومش العوا ومش ومش ابو الفتوح هو بيزوك حوالين المنطقة دي وده اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب وده اللي حصل في انتخابات الشورى ان انت هتصرف مليار مثلا على انتخابات الرئاسة وبعدين في النهاية هيجيلك حد هو معروف اسمه من قبل كده طب ونصرف ليه طب ومن النهاية نوجه على البنى ليه ما تجيبوه نخلص ويبقى المسألة شكلها انتو جبتوه لنا دوت جبتوه لنا بمعنى اللي بيتطفقه انا مقصدش حد بعينه لكن بيتقال كلام انه في جلسات حصلت وفي حد يطلع لك ندر بكار يقولك مش عيب ان احنا نتطفق هو فكرة عيب ومش عيب هو فكرة انه ميو ولا حجاب هو هو في حاجة اسمها يصح وما يصحش يصح ان فيه ديمقراطية وما صحش ان فيه ديمقراطية هو تأكيدا على كلامك برضو كمان يعني هي خصة انه لا يجوز الطعن على قرار بحكم المادة 28 لا يجوز الطعن او ايقاف العمل بالقرار اللجنة ده في حد ذاته يعني بيخلي انه هو هيبقى يعني تظلي فيه مشكلة اخرى احنا شمينها او شايفينها بس ايه بنحاول نطنش انه هو فكرة المجلس العسكري الذي يحكم البلاد باعتباره الحاكم بعد خلع مبارك او بعد تنحي مبارك عايز يمشي الثلاث شهور اللي جايين دول باي شكل من الاشكال يعني بقى اقل قدر من الخسائر فهو شايف انه اقل قدر من الخسائر انه هو يتوافق على كذا واقل قدر من الخسائر انه هو ما يحلش مشكلة ايه واقل قدر من الخسائر انه ما يناقش موضوع الغزب بتاع اسرائيل وسايب كل الملفات للرئيس اللي جاي مع ان ان انت قمت بصورة لان انت ما قدرتش تصبر على مبارك انه قاعد ست شهور دلوقتي بيقولك اصبر ثلاث شهور ويجي لك اي حد يبقى معني كده كان في حوار لهيك كان الاستاذ هيكل يعني مع حفظ الالقاب الاسبوع اللي فات في الاخبار بيقول فكرة انه خلونا نمشي المسائل هو ما يفعش تخلونا نمشي المسائل بقى انا قايب ضد مبارك بقى انا بغير شخص بشخص يعني انا بغير فادي بعلي ولا فادي بأحمد ما يبقى انا كده غيرت الشخص بشخص انت مفترض ان انت كان عندك سلطة فاسدة رئيسها مبارك انت كل الحكاية انت شلت مبارك وبتحاول تجيب حد بداله عشان تسدد الخنات وكأنه دوت احنا فكرة المخازن اخر السنة اللي هو الجرد السنوي احنا استلمنا البلد من غير رئيس فهنرجحها برئيس نسلم ونستلم يعني كوميديا سخيرة كان فعلا يستحق وجودها الله يرحمه جلال عامر دلوقتي عشان يقول لنا انه بالفعل احنا استلمنا بلد من غير رئيس فلازن نردها في المخزن برئيس فاحنا شلنا علي ونحط حسين انتهى الموضوع رايحة انه هي المسائل نسدد الخنات هو ده اللي انا شايفها وده مش عيب بس نعترف بدوته ونقول المسألة كده ده اللي حاصل دلوقتي البرلمان يعني ما عملش حاجة خلال الاسبوعين اللي فات انت لغاية دلوقتي موضوع برسعيد لسه ما تحسامش ما تقرأ انه بناء على طلب الاهالي ونحن نحترم رغبتهم انت ما كانش قضية جنائية ده مش حد اتضرب على ودنه فمات فوقع فانت قلت لا انا مش عايز مش عايز اشرحه عشان ممثلش بدجسك دي قضية سياسية المنطق بالنسبة لمحاكمة الرئيس مبارك فكرة الملفات هو انت بتخلص ملفات انت بتقفل الملفات الملف بقى فيه تراب فيه جرح بتقفله على يعني على عدم نظافة هو ده اللي حصل بالزبط انت بتقفل الملفات عشان يسلموك حتى ما تقرأ النهاردة حازم ابو اسماعيل معمول مع حوار مش عارفة في الاخبار ولا في الشروق مش فاكرة يقولك اصله الانتخابات اتحسمت بتلاتين يونيو او في يونيو عشان يكون الجيش خلص ميزانيته بتاعت السنة الجديدة عشان ما حق الجيش الرئيس مهوق فكرة اللوثة في ان انت تقفل ملفات البلد بدون بالفعل ما تناقشها ده بيخليك توصل لنقطة انه طب يبقى المسألة بالفعل اللي بيقوله ابو اسماعيل صح وان انت ما تقفل ملف الرئاسة بهذا الشكل بهذا الشكل التوافقي اللي يستدعي احيانا يعني كلام يعني مش كويس في حق الذين يحكمون هذا البلد في النهاية بتقول لا يبقى فيه مشكلة حقيقية يبقى فيه بالفعل انا بتلبس في الحيطة ما لان انت لا يشرح لك ولا تحل قضايا مثلا زي نوعية الغاز بتاع اسرائيل احنا بقى انه لا ننظف جراحنا احنا بنغرق الغراح على ما هي عليه طيب ليه ما تفعلتش مسألة ان انا اعمل تحكيم دولي واشوف التسمن البخس اللي انا ببيع به غاز اسرائيل بدل ما عود اصلح المسورة اللي بتكسر 12 مرة في سنة واحدة يعني معدل مرة في الشهر ولا احنا مش قادرين ان احنا نحمي ويفضل عندك ملف الانبوبة الغاز زي ما هو ما تقعد مع رجل اعمال صغير يقولك الوحدة الحرارية اللي بتشتريها اسرائيل بربع جنيه انا مفروض اشتريها ب45 قرش واعمل البنية التحتية بتاعتها اللي هي انت بدلها بتاخد بدلها المزوت والسولار والوحدة الحرارية بتاعت امبوبة الغاز اللي بيدفع فيها 10 جنيه و 26 جنيه دعم يعني انت عشان بتدي ب25 قرش بتدعم ب10 جنيه و 26 جنيه الوحدة الحرارية دي خليك تقول طب ليه ما تفتحش ملف تحكيم دولي يتعلق بغاز اسرائيل عشان على القال نخلص او نخلص من نزيف الدعم اللي بيحصل للمصانع والبيوت ب26 جنيه و 10 جنيه وده بياخدنا للخبر بعد كده من الارام الصفحة الاولى توقع وقيع قرد صندوق النقد الدولي الشهر المقبل بقيمة 3.2 مليار دولار وهو وعندنا سناديق خاصة وعندنا حاجات يعني في حاجات كتير عندنا زغراتي بالزبط زغراتي يا لانت ما انتش غرمانة احنا دلوقتي بنستلف لان احنا في مأزق اقتصادي بنبحث على الحل الاسهل في القروض وفي حين ان انت عندك بدائل بيسأل عنها بقالها سنة زي انت مثلا صدق يعني التفرير الجازم الكازرين وحاسبات بيقول انه الصناديق الخاصة فيها مقرب من التريليون يعني 1000 مليار هل بقى حد بيجي يقولك اصله ما ينفعش عشان كذا واحنا بنعمل ده عشان كذا لا ما بيتقالش احنا هنقترد فنروح نقترد هو كده خلاص قفل الملف بتاع الفلوس ده احنا عايزين فلوس فنقترد بدل ما ادور انا عندي ايه المشكلة الحقيقية واحاول احلها ان انا بدل ما بجيب بعمل تجديد او بعمل صيانة لبعض الوزرات او او اشوف ايه اللي بتصير في المناطق اللي ما ينفعش منفق فيها واروح اقترد هو الطريق الاسهل ايه اقترد ايه يا عم انت توجع دماغك ليه احنا لسه هنفكر في السندق الخاصة لسه هنفتح ملفات مقفولة من اقترد دلوقتي انا وانت مش مضرورين ممكن خلال عشر سنين خمساشر سنة الاجيال الجاية هي اللي بتتضر يعني الشاب اللي بيشوفنا دلوقتي دمي الحاجات العديلة فانتم كمان انه من القوانين اللي وقرت برضو قبل البرلمان القانون اللي هو يخص الاستثمار وانه الممكن المشتسمر يتصالح ويرد فلوس المشروع بس بالتمن الاشتراسة عاية فده يعني بعض الخبراء قالوا انذا ممكن يخرج ناس كثيرة من التايكونات الكبار بالنسبة له ما عندوش مشكلة ان هو يعمل ده قريديا ما عندو سروته في الخارج يعني طيب تعالي ننتقل لخبر برضو من المشاكل المزمنة اللي لسه مش عارفين ما بتخلص ليه من رغبار الصفحة الخمسة اتلافات مصابي التورة تهدف بالاعتصام بسبب اعادة تشكيل مجلس رعاية اسر الشهداء والمصابي طبعا هي ثورة ضد يعني ضد رئيس الصندوق اللي هو حسني صابر الحقيقة فيه كلام كتير لانه الصندوق كما قيل ان هو بيدم اسماء زي فايزة ابو النجا زي وزير الصحة زي وزير التنمية المحلية اعضاء في الصندوق ليهم علاقة بدور الصندوق في دعم المصابين والشهداء طبعا الحقيقة بيقولوا ان هو اختر اتنين من المصابين واثنين من اسر الشهداء على اساس يبقوا موسلين في الصندوق هو اخترهم من الموالين له على اساس ده الكلام المكتوب في الجرائد احنا ما بنأكدش دوت على اساس ان هو لما يجي ياخد قرار يوافقوا عليه يبقى صيد قراره يعني موافقون موافقون الحقيقة انا اعتقد ان الخبر ده معلش يا فادي خلينا نربطه بالخبر التاني اللي هو بتاع 60 مليون جنيه لصندوق حسان في يومين و40 مليون لحساب الحكومة في سنة انا هقولك ده بخصوص المحاولات الاستبناء على المحاولات الامريكية هقولك الربط حالا دلوقتي انما قريت الخبر دوت فيه سطرين مكتوبين جوه واقيلها تعليقها تعليق عليها سامير ردوان وزير الاقتصاد الاسبق يعني ارجو انه مكونش مخطئة بيقولك ايه فيه الدولة عملت صندوق لدعم الاقتصاد في بداية الثورة جامع 17 مليون وصندوق اللي دع عليه محمد حسان وشيخ الازهر والمفتي ومش عارف ايه جاب 60 مليون في يومين بس ما طارد 17 مليون دول راحوا فين هتلاقيه ليه هم علاقة بالشهداء والمصابين عارف راحوا فين فين ذهبوا كنواة لصندوق الشهداء والمصابين بمعنى انا دفعت خلال الفترة الاولى من الثورة فلوس لدعم الاقتصاد القومي المصري لم تذهب لدعم الاقتصاد ودهبت لصندوق دعم المصابين والشهداء انا طبعا مش معطردة بس معطردة على حاجة واحدة بس هي الدخلية ومبارك يقتلوا المصابين يقتلوا الشهداء ويجراحوا المصابين ويفقاوا عين الناس اللي هو يعني الارقام اللي احنا وصلت لالاف الف شهيد وعشر تلاف مصابين وانا لما روح اتبرع الاقتصاد مصر اروح اتبرع للشهداء اللي قتلهم مبارك وزبانيته والعدل هو ده المنطق يبقى انا كده ما عنديش اي ثقة في اي فلوس انا هحطها اللي راحوا دفعوا لمحمد حسان او الصندوق اللي دعا لي محمد حسان انا عايز اسأل بقى شخصيا من خلال النايل لايف وبرنامج ناركس عيد عايز اعرف الشيخ محمد حسان تحديدا دفع كام الشيخ محمد حسان يعقوب تحديدا دفع كام فايزة ابو النجا اللي في الصندوق دفع كام على حفظ الالقاب انا طبعا بقول اسماء بس يعني ما احترامي لكل الناس انا عايز ادفع الناس اشوف الناس دي دفع كام اللي بياخدوا في مبنى الازاعة والتلفزيون فوق المئة مئة ألف جنيه دفعوا كام في هذا الصندوق يعني انا كموظفة باخد لي خمسمائة ستمية ألف ألفين انا مطالبة ان انا اروح ادعم ده بشكل عاطفي في حين اللي عندهم مئات الالوف شهريا في النهاية هم بيعملوا شو على حسابي انا بالفعل عايز اعرف شيخ قناة الناس والشيخ ونجوم الفضائيات اللي احنا عارفين كل اسماءهم اسمان 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 وش عايزة اسماء كثيرة دفع قد ايه في الصندوق واللي احنا هنظل نيجي على الغلابة ولما نوصل لقلون حرية المعلومات يمكن نعرف ده لكن الحين ده طبعا احنا محدش بيعرف ايه ارخامين بيعمل ايه يعني كلها اسئلة بنترحها يا فادي على علا وعسا يعني انه فاضل اقل من دقيقة اتنقل ايه من الاخبار نقوله او ممكن نقول تعليقات سريعة تحب بي ايه لا هو بصراحة مبارح كان يوم في حب بورسعيد زهبت قوافل كان ده هو اتخبر بالشروق الصفحة الولى رئيس غرفة تغيرات بورسعيد يحمل حكومة مسئولية حصار المدينة حصار المدينة برضو مرتبط بجاه الشعبي برضو يا فادي خلينا نتكلم في النقطة دي انه ما ينفعش ان انا اقول كل اللي شغالين في تلفزيون وحشين كل اللي شغالين في الاهرام فاسدين كل مدينة فيها الصالح وفيها الطالح يعني بورسعيد مدينة بقى سيلة وحربت تلت دول وقدمت شعالات دول وما اقدرش تكلم برضو عليها بالشكل ده ما ينفعش ان انا لانه عربية شايلة علامة بورسعيد فتتضرب او تاجر او تاجر مايروحش يودي بضعته في بورسعيد عشان اصلي هيتضرب هناك لانهم قتلوا اربعة سعيد فكرة التعميم الخاطئ اللي احنا متعودين عليها في الاعلام بس هذا الخبر بيقول رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد يحمل الحكومة طبعا لانه انت عندك بقى لها اسبوعين الحادسة احنا من يوم 1 فبراير واحنا نهاردة 19 لغاية دلوقتي لم يتم اتهام حد بعينه فتظل التهمة ملصقة بأهل بورسعيد ما انا لما اعرف انه فادي هو اللي عمل هاخلص وهروح اضرب فادي مثلا يعني او هروح احاكم فادي لكن افضل طول 19 يوم بورسعيد هي المتهمة ده فعلا ليحمل الحكومة والاعلام مسئولية كبيرة يعني نرجو ان احنا نتخلص منها سريعا باعلان الاسماء واحنا اصلي المسئلة مش تخلص غير باعلان الاسماء ويريت نعلن الاسماء اللي حصل في مسفيره والناس المسئولين عن مسفيره ونعلن اسماء الناس المسئولة عن اللي حصل في المجمع العلمي ويريت نعلن اسماء الناس اللي عملت مش عارفة ايه هو كله بيدخل في نتخل التمانيات والامان وانا تمنى عشان نحسن مسائل كتيرة او استاذ امال عبيدة كاتبة الصحفية بنشكرك جدا ونتمنى نعرف في الحاجات دي يعني احنا ما مستنين بقى لنا سنة نتمنى ان تكون نهاراتنا سعيدة يا رب دايما مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا شوقي ندوى عن شهر ثورة 25 يناير بحضور عدد من الشعراء والمتقفين ونثبت مرور عام على الثورة نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في حراك سعيد خليكم معنا